السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمل تأسيس الحساب للأطفال الصغيرة خدنا في الجزء الأول نعرفهم إزاي من واحد لحد مية وخدنا معاها عمليات جم وخدنا كمان إزاي نعلمهم أكبر وأصغر هنكمل بقى بعد ما نخلص إنهما يحفظوا لحد رقم مية هنعمل إيه هنبدأ بقى نديهم الأرقام واحد سنان ثلاثة أربعة لحد رقم عشر هنبدأ أول حاجة بواحد هنبدأ ندخل معاها نبقى التصعودي ترتيب التصعودي هفاهموا يعني إيه التصعودي الأول أقوله التصعودي يعني طالع السلم من الصغير للكبير من النملة لحد الفيل فهما بيبدأوا يعرفوها ببدأ أعلمه إزاي يعمل التصعودي بياخد عليه طبعا واجب وبياخد كلمة واحد واجب بيجي تاني حس طب يتملة كلمة واحد بنملاها له فوق كده ويكتب بعد كده إثنان وياخد بقى شوية كده كذا حسة على الترتيب التصعودي نفس الحكاية في البيت بيكتب واحد إثنان وبياخد برضو واجب ترتيب تصعودي بيجي الحسة لبعدها بيكتب فوق واحد إثنان ونديله ثلاثة وبرضو بياخد ترتيب تصعودي أرقام صغيرة في الأول كده في الأول بياخد أرقام صغيرة نفس الحكاية برضو أربعة بيبدأ برضو يكتب فوق واحد إثنان سلاسة بينزل بكلمة أربعة بياخد معاها تصعودي نفس الحكاية في الواجب بنفكره بأكبر وأصغر هنبدأ بقى النوع لونا فهيكتب في الواجب واحد إثنان سلاسة أربعة حسة اللي بعدها هياخد خمسة ويكتب لي واحد إثنان سلاسة أربعة فوق بياخد أكبر وأصغر هنا بيفتقر تاني معنا الجامعة بنبدأ بقى بتنويع تنويع كامل في الدروس كلها هنا ستة برضو بيكتب الأملة الأول وبقول له اكتب العدد التالي وبعرفه التالي يعني الرقم اللي بعده يعني بزود واحد نفس الحكاية هياخدهم في الواجب بياخد تصعودي الحسة اللي بعدها هياخد رقم اللي هي سبعة وهيكتب الأملة وهنبدأ بقى نعلمه الجامعة بالطريقة دي كنا بنعملهله بالطريقة التانية فلا هنعمله بالطريقة دي ويبدأ يحل عليه في البيت هياخد تصعودي بس هنبدأ نكبر له الأرقم شوية وهنا طبعا لما هيشوف الأرقم الكبيرة هيطلغبط هيقول مش عارفة حلها طب نعمل ايه نعلمه ازاي بطريقة سهلة أقول له اعمل دايرة على الرقم التاني وخلاص كده عرف يرتب تصعودي بس لما شاف الأرقم كبيرة فاطلغبط هنقول له هنعمل دايرة على الرقم التاني وابدأ أبص بس للرقم التاني هو اللي هرتب منه من الصغير هيقول لتنين أقول له طب خلاص خد بقى الرقم كله على بعضه هي وسحبتها كده حطهم في الأول طب بعد الاتنين هيقول تلاتة برضو هناخدها هي وسحبتها اللي معاها وبعد كده رقم أربعة هياخدها هي وسحبتها اللي معاها فهيبدأ يعرف في حل طيب لو عندي رقمين مسلا هنشوفهم دلوقتي هم مش موجودين هنا نبدأ نكمل هياخد ثمانية وما ننساش القملة وبعد كده ترتيب تصعودي تاني بعد كده نغير بقى الأشكال شوية عديله من واحد لحد ثمانية وهيبدأ بقول له مين رقم التالي بس بشكل تاني غير اللي هو خده بيبدأ برضو يعرف يحل هياخد تسعة ومعاها ترتيب تصعودي بعد كده هياخد برضو في الواجب من واحد لحد تسعة ومعاها ترتيب تصعودي مثلا دي تمرين زي ده كده أنا قلت هعمل دايرة على رقم التاني طبعا عندي رقم التاني كله تسعات هيعمل ايه؟ لا هيسيب بقى الرقم التاني هيبصه لرقم الأول اللي هو الأحد يبدأ يعمل دايرة على الأحد ويبدأ يرقم من صغير للكبير طب لو لقى رقمين مثلا كانت تسعة وتسعة هنا بس وده رقم مختلف يعمل ايه؟ ياخد الأول اللي معاها رقم صغير وبعد كده يكمل دا في التصعودي بياخد اللي معاها رقم صغير الأول وبعد كده اللي معاها رقم كبير آخر حاجة بقى بيخلص عشرة بياخد معاها برضو ترتيب تصعودي في الواجب نفس الحكاية خلص خلاص كده من واحد لحد عشرة يبدأ يعيدهم من الأول بطريقة تانية اللي هي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع السامن التاسع العاشر كل دا عليه بنبدأ ندخله الطرح بس بأرقام صغيرة بياخد الطرح واجب وبياخدها كمان في الحصة وبنبدأ نعلمه يعني يقول له مثلا أنا عندي عشر طفحات أكلت منهم خمسة يتبقى كام يتبقى خمسة عندي هنا تلاتة أخدت منهم اتنين يتبقى عندي ايه؟ يتبقى عندي واحد بنعلمه إزاي يترح بطريقة سهلة بنفاهم الطرح هيتلغبط شوية بين الطرح والجعمة بس برضو واحدة واحدة كده هيعرفهم طيب هنا بناخد الثاني ومعاها برضو نشتغل على الطرح شوية ومعاها في الواجب طرح الثالث ومننساش الاملة الأول الثاني ويكتب الثالث ياخد طرح ندهوله بالشكل ده وندهوله بالشكل الثاني عشان يبدأ يعرفهم هنا هيكتب في البيت الأول الثاني الثالث هنكمل برضو الرابع بياخد طرح وبياخدهم واجب في البيت هنبدأ ناخد كمان الخامس حت الاملة وبعد كده الخامس وياخد طرح من الأول لحد الخامس بيبدأ يحفظهم في البيت وبيكتب برضو طرح طيب هنا خلاص بقى كده لقيته بقى كويس في التسعود أبدأ أدخله التنازلي والتنازلي أبدأ أعرف أنه هو نازل السلم من الكبير للصغير ونشرحوله ونبدأ نشتغل عليه طيب هنا خد السادس وخد واجب عليها برضو بعد كده السابع وخد تنازلي وخد الواجب من الأول لحد السابع وخد عليها التنازلي الثامن برضو أخد عليها التنازلي وهنكتب له في الواجب من الأول لحد السامن بعد كده التاسع برضو يضرب على التنازلي والواجب من الأول لحد التاسع وصلنا بقى للعاشر خلاص بقى كده أخد العاشر وخد معاه طرح برضو نبدأ بقى ناخد أيام الأسبوع وقل له أيام الأسبوع سبعة السابت حد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة هما بحبوها كده وبيحفظوها بسرعة وبتبقى سهل أبدأ بقى مع أيام الأسبوع أخد أول يوم السابت أبدأ أنوع في تدريبات هنا هياخد أكبر وأصغر في البيت هياخد تصاعدي رجع تاني يوم كتب الإملاء السابت وخد يوم الحد أخد الجمعة أكبرت له بقى الجمعة شوية بدلا ما هو بيكتب رقم بس جمعة واحد فوق واحد تحت بس لأ ده أنا زودت له كمان الجمعة شوية بياخد الطرح برضو بكبر له الطرح كمان شوية بيرجع ياخد يوم الاثنين بيكتب السابت الأحد وبيكتب يوم الاثنين بيبدأ ياخد مربعات السحرية وبعلمه إزاي يحل المربعات السحرية لها برضو كلمة لها برضو زي كده جملتين بيتحفظوا بنقول الفاضي لو في النص أطرح من غير ما أبص الفاضي لو في النص أطرح من غير ما أبص فأنا هطرح هنا الستة من الخمسة هيديني الرقم النقص اللي هو الواحد طيب الفاضي لو في الأول أعكس على طول وأحول يعني أعكس الإشارة لو هي جامعة خليها أطرح فهنا هطرح هي جامعة خليها أطرح أقول أربعة نقص اتنين يبقى هنا الرقم كان اتنين يبقى هنا الفاضي لو في النص الفاضي لو في النص أطرح من غير ما أبص الفاضي لو في الأول أعكس على طول وأحول بالطريقة دي برضو بيعرفوها هنا عندي أكبر وأصغر برضو معيوم السبت الاحد الاثني خد السلساء خد معاه مربعات سحرية تاني بعد كده الاربعاء خد طرح وجامع بالطريقة الاكبر شوية بعد كده الخميس خد معاه من العدد التالي وخد العدد السابق هنا بدأت اشكله اشكال جديدة مثلا معيوم الجمعة بكتب له مجموعة ارقام اقول له اكبر عدد هو كذا بيكتبه اصغر عدد هو كذا واحدة في الواجب واحدة في الاملة كده بيخلص يوم الجمعة بيبدأ ياخد شهور السنة وبقول له ان شهور السنة 12 شهر ابدأ اديله اتنين مع بعض بقى هنا يناير فبراير بياخد تنازلي ببدأ اشكله اكتب بنفس التسلسل مساء اتنين اربعة بيبدأ يطرح ده من ده عشان يعرف ايه الفرق يعني ما بينه هنا اتنين اربعة بيكمل واحد تلاتة هنا بيعرف برضو الفرق ما بينهم وبيكمل هنا عشرة عشرين بيعد بالعشرات بياخد معها تدريبات اكبر واصغر بس ببدأ احط له هنا بقى الحاجات بقى اللي اخدها عشرة والمربع وهنا عشرين اكتبها له بالارقام واكتبها له بالحروف عشان يعرف يقراها اخدنا كمان مارس وابريل معها جمع وادي الواجب طرح مايو يونيو معاها برضو اكبر واصغر وببدأ احط له هنا بدل الارقام بالحساب بحطه له بالحروف مايو يونيو برضو بنفس الحكاية بياخد اكبر واصغر يوليو اغسطس نفس الحكاية ومنساش الام لفوق بدأت ادخل له اهو الارقام بالحروف هنا برضو نفس الحكاية بدأنا ندخل عمليات جمع عمليات جمع يجمع الاول وبعد كده يشوف الرقام طيب بدأ بعد كده ياخد خط الاعداد خط الاعداد بنبدأ الاول نحط له عليه ارقام كده نقص منه هو بيكملها هنا خد طرح هنا مع نوفمبر وديسمبر بدأ يجمع على خط الاعداد نقول له مثلا اتنين زائد تلاتة عايز احطها على خط الاعداد اعمل دايرة على الاتنين وامشي تلات خطوات فبقول واحد اتنين تلاتة بوصل للخمسة يبقى رقم اللي عندي هنا خمسة هنا تلاتاشر زائد اتنين بروح عالتلاتاشر بامشي كم خطوة اتنين فبقول واحد اتنين هيوقف عند الرقم خمستاشر وبكتب الرقم بياخدها برضو في الواجب باجي عند خلصت خلاص شهور السنة بدأت ااخد بقى حاد عشرات مئات وبعمل خط الاعداد تاني بس بعمل عملية طرح وبنقول له يطرح ازاي بقى هنا كان بيمشي يمين لا هنا هيرجع شمال فهنا بيقول خمسة نقص تلاتة ادي الخمسة برجع كده تلات خطوات عندي هي التلاتة يبقى برجع تلات خطوات يبقى الناتج عندي اتنين هنا نفس الحكاية تمانية نقص اربعة ادي التمانية مثلا هنا دي التمانية هي عايزة ارجع بيها اربع يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة وقفت عند الاربعة بعمل دايرة على الاربعة وده منهج سنة اولى الترم الاول بعد كده بيبدأ بقى ايه ياخد الترم التاني ان شاء الله كده بالكتب والترم الاول برضو هياخده بالكتب الدراسية فانا عاملها ملخص كده بس انا الترم التاني اديتهولهم من الكتب بيبدأ الترم التاني هقولهلكوا سريعا كده بنفس التدريبات الترم التاني بيبدأوا ياخدوا الاشكال الهندسية هيحفظ كلمة مستطيل هيحفظ كلمة مسلس استوانة مربع دائرة كل بقى الحاجات الاشكال الهندسية دي بيبدأ يعرف يعني ايه احد وعشرات كل ده بقى هيبقى في الكتب ان شاء الله هيبقى التدريبات من الكتب بيبدأ يعرف ايه الاحد فين الاحد وفين العشرات بنعرفها له اخد مكعب بياخد كلمة كرة برضو كل ده حفظ متوازي المستطيلات وطبعا كل التدريبات اللي كنا مناخدوها المنشور بيبدأ يحفظ كلمة اكبر من واصغر من ويساوي كل ده عليهم حفظ بيحفظ كمان اطول من واقصر من اعلى واسفل ومعاهم طبعا تدريبات كتير على الاحد والعشرات بيحفظ كمان يمين ويسار امام وخلف يمين ويسار امام وخلف داخل وخارج ومعاهم كلهم تدريبات تحت فوق على كل ده عليه تدريبات الامس اليوم الغد هيحفظها السابق التالي جنيه وكرش وبس كده وكده خلص المنهج بتاع سانا اقولها كله وان شاء الله بتدريبات كتير يبقوا كويسين ويبقى كده فضل معنا تأسيس الانجليزي ونخلص مرحلة التأسيسات كلها وبشوفكم مع فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى زكار عبارة ا meine قانون اشتركوا على ق Hang канونا اشتركوا في القناة شكرا لا قانون اجار